اجتمع السيد الرئيس عبدالفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض كافة مكونات منظومة الأسمدة في مصر وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية خاصة وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة وكذلك المراكز البحثية المتخصصة وذلك من أجل الدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلية ولتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر بالتوسع في المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي الصحراوية وقد تم في هذا الصدد استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وحرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل عام بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر ترجمة نانسي قنقر